هذا الإهمال بعينه هذه فضيحة الشرها علي اللي أنا معتمد عليكم نحن شكلا نجنع في الحادث شفتوا لا لا وإن شاء الله بإذن الله تعالى المتسببين في الحادث حيتحاسبوا واحد واحد أنت المسؤول الأول والأخير على الإصار والله أعطاك 24 ساعة تشوف المتسببين والمسؤولين ورجال النطفى شوف موضوعهم أبشي طرع أمك إن شاء الله ما سيلا تبغاه أما الرجال الإطفاء يطوي العمر فأنا مجهز فيهم القصيدة أهجوهم فيها أهجو إلا والله أنت وجه النحس ما مدىك تقول كلمتين إلا والحريق مولع شفتوا ما صار فينا يا دكتور أنا مدري وشلون أباروح للهند وأنا متطمن على الدينة هذول يلاس ما يعتمد عليهم خير إن شاء الله يا طول أمو خير إن شاء الله في حل هالموضوع في الحل اتشك المجلس المجلس هذا يساعدك في كل أمور الديرة سواء كنت موجود أو غالي وهذا المجلس يا طول العمر يدار بشكل لناسبك مجلس إيه هل فكرة ما هي بشينة مش رأيك يا محمد زي ما تقول طول عمرك إن شاء الله فكرة ما هي بشينة أجل تشاور أنت والدكتور صالح وارفعوا لي أسماء الأعضاء خلوني أعتمدها قبل ما سافر للهند مفهوم؟ أبشر طول عمرك صار شفت ولا لا قاضينا سم سم نعم وأبغاك تعرف أنه أنا مني مرشحك وعضو في المجلس بس لا أنا أبغاك وأبغى توصط لك على أساس تكون رئيس المجلس شوف أخوي سعد أنا عارف إنك زعلان كثير وإنك محظم وفي أشياء كثير كثير من زعلتك ومتشاهد لكن أنا الحين أكلم سعد أخوي اللي عرفه صح صديقي سعد المثقاف الواعي اللي فاهم اللي المجلس ممكن يستفيد من أفكارك وصدقني يا سعد يا حبيب وجودك معاي في المجلس حيفيد البلد كثير صدقني أقول على ذنك يا مستشار محمد دقيقة بس أبشر يا سيدي عن ذلك هقاضينا يا الله نعم يا سيدي آمر أبدأ ما يامر عليك ظالم طال عمرك يا مستشار محمد الموضوع ما فيه عزيب ده بسرعة وحاتم شاء الله جايك جايك في الطريق رفيقنا رفيقنا تركي ذابحني ليل النهار يا مستشار محمد كل شوي يقول توسط لي عند المستشار محمد توسط لي عند المستشار محمد على إيه؟ على إيه؟ إيش تبغى؟ أبطال عمرك النبي طال عمرك أخونا تركي نخلي حعوضوا معنا في المجلس دكتور أرجوك فقنا من ذا السيرة فقنا من ذا السيرة أنا قلت لك موقفي وموقفي واضح لكن لأنك صديق وعزيز أنا أبحظر معك الجلسات وأساعدك في الأفكار وأشوف احتياجات الناس وأنقلها لك اتفقنا؟ تضمنه يا أبو حاتم؟ يا بالمية يا مستشار محمد بسم الله ماشي يا سيد إن شاء الله يكون خير تكل على الله إن شاء الله يكون خير الله يجزاك خير بارك الله فيك ثمان لله يا جماعة الخير أنا معتمد على الله ثمن عليكم في إدارة أمور طاشستان وبعطيكم الثقة كاملة طول ما أنا في الهند وإذا رجعت ولقيت إنكم أدرتم الأمور بالشكل الصحيح نبي نطور المجلس ونوسع صلاحياته إن شاء الله أنا الحين أستودعكم الله وأنا إن شاء الله بجهز نفسي للسفر بكرة الصبح سلام عليكم باريكم السلام الله يحب سلام عليكم سوف تجيب السلام إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الجلسة الأولة لمجلس طاشستان هرجع 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 شوية الحبيب شوية الحبيب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الحقيقة عندي هذه الفاتورة ودي أسددها أنت عليك سبع روص من الغنم عارف عارف يا الحبيب وعلشان كذا طال عمرك إحنا جبنا لك ثمانية من المعزة لا يخوي حنا ما نقبل المعزة النظام عندنا لازم غنم ايه الظاهر إنك ما عرفتني أنا طال عمرك عضو في المجلس والنعم والنعم واسمي تركي المتروك مشهور مشهور معروف عني ايه والنعم لكن التعليمات اللي عندنا ما نقبل إلا غنم لكن ما دمت عضو في المجلس طاشستان هذا قل المجلس عليك المشكلة طبعا ايه يحلها يحلها وانا تركي إن احتياج المجلس في طاشستان السلام عليكم والسلام عليكم والسلام عليكم والله بركاته أتقدم لكم في إيقابة الجلسة في الدراسة مشهور في وش عندك؟ شو بسات؟ هذا المشروع هذا المشروع تطوير التعليم وأبراك حبيبي بكرة تكون موجود معايا في الجلسة عشان تشوف بنفسك كيف راح يتغير التعليم في طاشستان ياه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أقول لف فوراقك بس وخلنا نطلع تمشي ونطلق رجلين بدل من تقاعد تشغل نفسك في موضوع ما رح يصير أبد أرضي الثوراقي؟ يا أخي أنا ما شفت إنسان سوداء ومذلك ما عدري شنون سموك سعد بسم الله الرحمن الرحيم شوفوا يا خيوين هن خصصنا هالجلسة هذي حطيناه علشان إنا قشفه موضوع التعليم وتطوير التعليم مثل ما أقترح علينا ألف صالح الدكتور شوفوا يا فامون معلش يا سيد الرئيس بعد إذنك الحقيقة يعني أنا عندي موضوع عاجل ومهم جدا 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 نحن أقول يعني المفوض أن نصدر قرار الآن نحن نعمل مسوامة بين الغنم والماعز علشان على أقل واحد يقدر تسدد فاتورة جواله ما هو الكلام هذا يا جود؟ غنم وماعز موضوع لدينا طال عمرك فرقة العمل في موضوع تطوير التعليم وأنا صال لأسبوع أكتب عن تطوير التعليم بشكل علمي وجايت يقول لي جوال وغنم وماعز ما يسن الكلام هذا لا 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 دكتور صالح هذه ترى محسوب عليك معناته أنت الآن ضد المساواة ما بين الغنم وبين الماعز نخترك إيش دخل لكلام هذا مساواة أيش وجوال حبيبي إحنا عندنا ورقة عمل ورقة عمل وموجودة وفي عندنا تطوير التعليم لو سمحت نتكلم عن تطوير التعليم عجل خلا نصطر النظام ونسهل موضوع الناس هذه موضوع التعليم يعني لاحقين عليه والدراسة يا أستاذ بحي ضاعة يا جماعة الخير يا جماعة الخير أنا عندي خبر أعجل من العاجل أنتم مثل ما تعرفون الضب هو الحيوان القومي الطاشستان وأنا بيني وبينكم خايف على الضب هذا أنه ينقرم من هالشباب اللي يتسكعون منه ومنه ويصيدون الضبان في اللي أشوفه وأتمنى أن المجلس يصدر قرار بمنع الصيد الضبان نهائيا بتاتا إلا في حالات استثنائية يعني واحد عنده مرض الكحيكان هذا يرجع للمجلس والمجلس يعطيه استثنائ يا أبو حاتم كحك حالي يا جماعة يا جماعة تراكم دبلت وتبدي وغثيتون أنا ما أدري حنا نناقش موضوع الضبان ولا الضبان لو سمعت الله لو سمعت الله لا تقول وما تقول عندنا ورقة عمل وعندي دراسة تطوير التعليم لو سمحتوا بلك حكهان وماك حكهان وضب ومعزة نتناقش موضوع تطوير التعليم لو سمحتوا يا جماعة خلونا نناقش الضب لاوي يقول أنا سوداوي هير الضبان ومعزة هاهاها معقولة يا سعد معقولة كل هالرعيان على عند اشتبيهم يسيون يا رجل الرعيان صاروا اكثر من الغنم ما عاد في وظائف خلصت الوظائف المفروض المفروض المجلس ما يسكت على الموضوع هذا المجلس لازم يصدر قرار على الموضوع هذا معقولة انا ان شاء الله باذن الله في الجلسة الخامسة باذن الله تعالى هشوف الموضوع هذا معلم يا جماعة الخير اهلا وسهلا فيكم في الجلسة هذه ان شاء الله نبقى نناقش مواضيع كثير هنناقش موضوع التعليم هنناقش موضوع الصحة عشان ندخل ان شاء الله في موضوع اللي هو موضوع الرعيان اللي صاروا أكثر من الغنم وعندنا مشكلة ومشكلة كبيرة جداً ماازم نلتفت لها اللي هي مشكلة الشباب اللي ما عندهم شغل هذا إن شاء الله رح نناقشها في الجلسة هذه أقول إذا كنتم تبون تكلمون عن الشباب وموضوع الشباب فأول شيء لازم نقضي على مسألة التسكع في الأسواد وهل هالحمير ذا اللي يدورون في الشوارع على غير سنع وإن نعاقب أي واحد يغازل معلش معلش يسمحوا لي أن أدلوا بدروي أنا الحقيقة أنا أقول أنه ما نحط اللوم كله على الشباب لازم أول شيء نشوف حل لمشكلة غلاء المهور علشان نزوجهم ونفتك من مشاكلهم يا جماعة الخير لو سمعتوا اسمحوا لي حنا كل ما فتحنا موضوع دخلتوا في موضوع بعيد تماماً عن ورقة العمل لموضوكين نبغى نناقش موضح حيوية مواضيع تهم الناس موضوع التعليم موضوع الصحة نبغى موضوع مهم مهم الشباب يا جماعة أنا احترق معاكم صلاحة دخت أنتم مش أنتم يا دكتور صالح يا دكتور صالح الله يهديك يعني تركنا شوي من هالنظريات قدر إحنا وين وإنت وين إحنا إلى الآن ما حلينا موضوع المعزة والضبان وإنت كل شوي فتحلي موضوع الصحة التعليم ما يصير يا دكتور صالح لا يا سعد لا يا أخو ما هم عقول أبدا بيجننوني يا أخي بيجننوني ودي نناقش موضوع واحد بهالمجلس ما نناقشناه كل ما نتكلف الموضوع يتكلمون في ستيب موضوع خارج يا أخي ما يصير يا أخي جاهلك جاهلك منول ما حولك أحد يا سمبولا يا سمبولا الليل يا سمبولا 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 وغنوها مرتاح مرتاح إلا مين هذا الثاني اللي معبوم القاطع؟ هذا مهبوه ثاني مهبوه صار عند ردة فعل كان متزل والله وعاقل وكذا بس عارف حاصروه أكثر من اللازم فاختل المساكيين والحقه ليش تسأل؟ ما يصير يا أخي ما يصير يا أخي يمشون كذا في الشارع يا رجل ما يصير ما حد رعاهم بس ماشين في الشارع كذا ما يصير يا أخي يعني من اللي تبيهم يا رعاهم؟ المجلس يا أخي المجلس لازم يصدر نظام برعايتهم لازم استغفر الله العظيم وأتوب إليك الكلمة والثانية المجلس المجلس يا أخوي ترى ذباحتنا في ذا المجلس بتشوف هل حين يخيي وش عندنا على جدول الأعمال؟ لو سمحت لي قبل ما نتكلم في جدول الأعمال الله يحفظك أنا عندي موضوع مهم جدا ولازم نحله بأسرع وقت ولا بصراحة أنا راح أقدم استقالتي من هالمجلس يا بي وش هو لتقدم استقالك؟ لأنه يا طول العمر حنا لنا كم جلسة جلسناها ما عمركم نفذت ولا اقتراح واحد من اقتراحاتي بشوا يا حي اقتراحك اقتراحي إننا نسوي مركز لرعاية المرضى النفسيين ماشي؟ يعني بحيث إننا نهتم فيهم نقدم لهم العلات، السكان، الأكل يعني عندنا زي أبو ملقاط وغيره هذا ولا لازم نهتم فيهم فأنا أشوف إننا نعم المركز بدل ما هم هايتين كده في الشوارع منظرهم ما يسر والمعزة؟ والمعزة؟ شف اسمع؟ إن ماسكت يا تركي زين؟ أبنت في أهلك بوكس أطيرك هناك فاهم ولا لا؟ شاهدين؟ شاهدين عليه؟ بنت في أهلك بوكس يطيرني هناك؟ شاهدين عليه؟ لا 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 يا دكتور صالح انتبه لألفاظك ترى عضو مثله مثلك أنا عارف إنه عضو مثلي مثله بس هذا كل ما تكلمنا في موضوع مهم نبطل في المعزة وما المعزة فيه موضوع أهم من المعزة يا جماعة بترسكت ولا بلكرت سلحين؟ والضبان السلام عليكم وعليكم السلام حيك يا شيخ أبو حاتم ظهر المجلس المجلس على ما يرام يا شيخ والناس مبسوطة ولله الأحمد والمشاكل كلها محلولة الحمد لله يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ خير يا دكتور صالح داخل على الله ثم عليك الله يرحم والديك ويحفظك حل المجلس حل المجلس ليش؟ ليش؟ لأن ما عندك أحد ما عندك أحد يا شيخ ما عندك أحد يا شيخ يا شيخ